كابتن محمود الخطيب على طول بعد المباراة وجه التهنئة للاعبي كورة اليد وقسرة كورة اليد في النادي الاهلي على هذا الفوز يعني فريق كورة اليد على فكرة اللي زاكر وتفرج وشاف تاريخ الاهلي في لعبة كورة اليد النادي الاهلي كان متسايد اللعبة لسنوات طويلة حصل دروب كده في بعض السنوات ولكن السنتين الاخرانين تحديدا ابتدى النادي الاهلي يرجع لعهده السابق انه هو كان افضل فريق افريقي وعربي في لعبة كورة اليد وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الفريق الاول لكورة اليد رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري واشاد بالاداء المتميز لللاعبين ورحهم العالية خلال المباراة التي اقيمت بالامارات مساء الامس يعني وطبعا البيان كان مبارح مساء اليوم مؤكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير واستحقوا اللقب عن جدارة كما هنأ جماهير الاهلي بالبطولة مشيرا لأن التتويج بالسوبر يعني يحمل عناصر الفريق مسئولية اكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية التي تستحق ان يبزل الجميع من اجلها قسارة جهده وتحقيق افضل النتائج التي طليق بالنادي وتاريخه تهنئة في توقيت مهم لأسرة كرة اليد حتى فريق كرة السلة الفريل اول او فريل مرتبط الكابتن محمود الخطيق الحريص ان هو يجتمع ويهنئ فريق كرة السلة على الانجاز اللي اتحقق بتحقيق بطولة دوري المرتبط للعام الرابع على التوالي رقم قياسي وانجاز طيب جدا لأسرة كرة السلة في النادي الاهلي بعد الفوز بطولة دوري المرتبط واقساء العديد من الفرق المنفسة للنادي الاهلي اللي لها بقى طويل ايضا مع الاهلي في الباسكيت بول بتتكلم في الطريق انت كسبت الزمالك ثم بعد كده كسبت الاتحاد السكندر وكانت المواجهة صعبة جدا في اللقاء الفاينال مع اسموحة اللقاء الزهاب والاياف في المرتبط والفريل اول الاهلي كسب 4-0 كسب كل المباريات وقبل اخر مباراة كان فريق المرتبط امبل واجب يعني خلص كل اللقاءات وكسب فريق سموحة في المباراتين وبالتالي توج الاهلي بطلا لدوري المرتبط اسبوع قد فيه نتائج ايجابية على مستوى النشاط الرياضي كرة السلة كرة اليد نتمنى يا رب ان شاء الله مع نهاية هذا الاسبوع يكون فيه انجازة طيب لفريق النادي الاهلي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية بمواجهة الفائز ما بين اتحاد جد أو اوكلاند سيتي على استاد الملك عبدالله استاد الجوهر المشاعة باذن الله ساعة 8 بتوقيت القاهرة